أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين تدريبات بدنية وتأسيمة قوية للعبين في الفترة السباحة وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليومية على ملعب مختار التيتش بالجزيرة وذلك في إطار التحديد التحذيرات التي يخضها الفريق استعداداً للموسم الجديد الذي سيبدأ بمباراة الذهاب في دور الـ 32 لدور الأبطال أمام فريق الاتحاد المونستيري في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل أيضاً تقام مباراة الإياب أحد أيام 14 و 15 و 16 أكتوبر في القاهرة وخاض النادي الأهلي الميران الصباحي فقرات تدريبية في الجيم لمدة نصف ساعة قبل أن يعود أندريا مدرب الأحمال للعبين فقرة بدنية متنوعة لمدة 40 دقيقة في الملعب وبعد ذلك شارك اللاعبون في تأسيمة قوية حرص خلالها المدير الفني مارسيل كولر على تنفيذ بعض التعليمات والجمل التكتيكية كابتن سيد عبد الحفيز بيكشف موعد عودة بيرسيتاو للتدريبات الجماعية قال كابتن سيد أن بيرسيتاو إن شاء الله يعود في خلال أسبوع إلى التدريبات الجماعية أيضاً دكتور أحمد أبو عبلة يتحدث عن تطورات إصابة كوكا قال إن هو في المرحلة الأخيرة من التأهيل إن شاء الله قبل الانتظام في التدريبات الجماعية أيضاً قال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي نشادي حسين خضع اليوم لفعوصات طبية شاملة اجتملت على إجراء أشعاعات متعددة وتحاليل وذلك ضمن الخطوات التي اتبعها النادي في الملف الطبي لكافة اللاعبين في إطار كلامنا أيضاً عن النادي الأهلي تصعيد حارس 2006 وتدريبات فنية وخططية زي ما قلت لحضراتكم يعني أنا أسمتها لحضراتكم يمكن قبل كده دايماً التدريبات الصباحية بتبقى ما بين جيم ما بين لياقة بدانية أكتر التدريبات المسائية بتكون رايحة لاتجاه الكورة أكتر النواحي الفنية النواحي التكتيكية يقدر هو عنده وقت دلوقتي يقدر أنه هو يعمل شكل معين للفريق حيلعب 4-3-3-4-2-3-1 شكل الأداء حيلعب ضغط من قدام حيستنى في نص الملعب حيلعب على اللاجناب كل ده بيتم تحضيره خلال هذه الفترة في خلال التمارين الرجل بيحاول يفهم اللعيبة ويعلم اللعيبة إيه اللي هيعمله خلال الفترة اللي جاية علشان يقدر يشتغل معاهم إن شاء الله نقدر نفوز بالدوري والبطولات الأفريقية ونقدر نفوز بكل هذه البطولات اللي بيدخلها النادي الأهلي ده بيبدأ من إيه؟ بيبدأ من الحضراتكم شايفينه الصبح غالبا وشوية بعد كده بساعتين ثلاثة يبقى الجيم واللياقة بدنية ثم التدريبات المسائية وهي تدريبات فنية أكتر موسيقى